اشتركوا في القناة فيه سؤال اجام اتأخر ولكن برضو حابب ان اخذ رأيكو فيه وتعملوا تصويت عليه اذا حابين ان الحلقات اللي فيها اجابة للاسئلة والمواضيع العامة هاي اللي احنا بنحكي فيها بالمقدمة تكون بحلقات منفصلة غير حلقة الابراج يعني يا ريت تحكولي نشوف كم صوت عليها انو نفصلها فاحكولي عشان نفصلها ونسميها بمسمياتها او انو نظل نعملها هيك مقدمة التوقعات نعملها مدة عشر دقايق ربع ساعة على حسب الاسئلة وكميتها او حجم الاجابة عليها فانتو بتصويتكو عليها انا بالتزم او بمشي على حسب الرأي اللي بشوفه من الاغلبية منكم طيب فيه سؤال انسأل انو طيب يوم الميلاد هو بعطي الكوكب المسيطر على الشخص يعني اللي بسيطر على الافراد وبتحكم في حياتهم لا اليوم يعني كل شخص مننا مهما كان برجه و لايش بنتمي و ايش مكان طالعه و ايش مكان اسمه يعني كل هاي الاشياء لها معاني و لها تفسيرات تاريخ اليوم الميلاد لحاله بعطي برضو صفات بنفصل فيها يعني عن الاشخاص اللي بنولدوا معاه في نفس الفترة او في نفس الشهر عشان هيك بتزيد احتمالية انهم يكونوا ما يشبهوش بعض او ما يكونوش زي بعض في الابراج او في الطالع او في الامور هاي ولكن بتكون عندهم صفات مشتركة من اليوم اللي هو الكوكب اللي حاكم لليوم هذا او اللي بسيطر على اليوم هذا بعطي صفات معينة للاشخاص مهما كان برجهم و مهما كان طالعهم خليني اعطيكو انا معناها عشان انتو تعرفوا كل واحد انولد في اي يوم شو الصفات اللي اخذها من الكوكب اللي بحكم هذا اليوم يعني مثلا يوم الاحد يوم الاحد محكوم بالشمس الشمس بتعطي موليد يوم الاحد تحديدا الطموح والصراحة والجراءة والتفاؤل موليد يوم الاثنين محكومين من القمر فهاي بتعطيهم الحساسية والشاعرية وقوة الذاكرة والارتباط بالاهل لا سيما الوالدة يوم الثلاثاء محكوم بالمريخ وهو للجراءة والاندفاع والطاقة للعمل والنحية الجنسية يوم الاربعاء محكوم بعطارد وهو بعطي قوة الفكر والتحليل للامور وكثرة الحركة وقوة الاتصالات موليد يوم الخميس محكومين بالمشتري اللي هو الطموح والتفاؤل والميل للسفر واكتساب المعرفة الجمعة محكوم بالزهرة وهو يعني بعطي للعاطفة والميول الفنية وبعطيهم صفة العنادة أما بالنسبة لموليد يوم السبت محكومين بزحل وهو بعطيهم الجدية وتحمل المسئولية وأحيانا نظرة تشاؤمية للحياة هيك كل شخص بعرف جزئية من الأسباب اختلافه عن صفات الأبراج يعني صفة الأبراج شيء تعطي صفة اللي هي احنا بنحكي تقريبا بحدود الخمسين في المية الأبراج اليوم الميلاد بعطيك بنسبة عشرين في المية اسمك بيعطيك كمان بنسبة عشرين في المية مجموع النمرولوجي احنا بنسميها الأرقام هي اللي بتختم الصفات أو بتسقلها فعشان هيك لو استثنين أي وحدة من هدول بصير فيه نقص بالمحلل أو اللي بيشتغل عملية تحليل الشخصيات فلازم يدمج هاي الصفات كلها مع بعض عشان يعطي تحليل كامل للشخص فهاي جزئية لازم تاخذوها بعين الاعتبار السؤال الثاني بقول لك دكتور طب احكينا عن الزوايا يعني الزوايا هاي ايش بتفيد او ايش فايدتها طبعا احنا بالنسبة لقلنا منحكي عن مجموعة بسيطة من الزوايا احنا مناخذ اللي هي الزوايا الاساسية اللي هي تقابل اللي هو البرج المقابل تماما الاقتران لما بكونوا بنفس البرج يعني مثلا الحمل والكوكب بكون بالحمل زي القمر بالحمل والشمس بتكون بالحمل او زي الان مثلا الشمس بالجوزاء القمر بالجوزاء بعطي هاي اقتران والاقتران بدل على مرحلة جديدة هذا واحد المقابلة زي ما نيجي نحكي مثلا الحوت والعذراء او الحمل والميزان هذولك بالبعض تقابل هاي زاوية تقابل نيجي بنحكي عن التسديس اللي هي ستين درجة اللي هي بتيجي زي الحمل والجوزاء الجوزاء والاسد هذولا زاوية تسديس بنحكي عن زاوية التثليث اللي هي بتيجي المية وعشرين درجة وهاي اللي هي بتيجي زي بين الحمل والاسد او الاسد والقوس اللي هي بين الابراج صاحبة العنصر الواحد هسا في زاوية ثانية احنا بنشتغل عليها ولكن هذي بالنسبة للعموم او الناس اللي ما الها علاقة بعلم الفلك ما بتعطيهم الاهمية الكبيرة او بتشتتهم بزيادة اذا اجينا بنشرح عنها فعشان هيك بنستثنيها دائما في التوقعات العامة او في التوقعات اليومية وما بنحكي عنها في زاوية اللي هي منسميها نصف سيكستايل او سيمي سيكستايل اللي هي ثلاثين درجة زي اللي بين الحمل وبين الثور هاي زاوية احنا ما بنحكي عنها في زاوية التربيع اللي هي السكور هاي منحكي عنها اللي هي زي اللي بتيجي بين الحمل وبين السرطان وفي زاوية كمان احنا برضو ما بنحكي عنها اللي هي الكوين كنكس هاي زاوية 150 درجة اللي هي زي بين الحمل والعذراء هذولا احنا ما منحكي عنهم فعشان هيك ما منحب نخوض في الزوايا ككل بصير عنا مدى طويل ومنشتت اكثر ولكن في التحاليل في الخارطة الفلكية او في تحليل الاشخاص هاي الزوايا اساسية انه احنا نشتغل عليها لانه برضو بتعطينا دلالات وبتعطينا اشارات بتكون يعني اوسع واعمق من انه نحكي احنا عن مجموعة معينة فهاي مش كل شخص بعرفها او بعرف يحكي عنها او بعرف يشرحها الا المتبحرين في علم الفلك فعشان هيك يعني عادة احنا منحكي الاشياء اللي معروفة اللي هي الاساسية خلاص اقتران تقابل تسديس تثليث تربيع خلاص هذول الخمس زوايا الاساسيات ولكن في زوايا ثانية احنا ما منحكي عنها يعني فعشان هيك مش كل الزوايا بنحكي عنها فسا اذا حابين انه نعمل شرح عن هاي الزوايا انا كنت تاركها على اساس انه لما نبدأ في اللي هي المرحلة التعليمية او الفترة التعليمية اللي رح نعمل عليها برامج تعليمية لعلم الفلك رح اشرحها هاي الزوايا ولكن ما بحفظ انا مش مع اني اشرح عنها او اعطي معلومات عنها لانها رح تجتتكم ولكن اذا حابين اني اعطي معلومات انا ما عندي اي مشكلة تركوا لي في التعليقات وانا ان شاء الله بعطيكم عنها طيب سؤال دكتور بالنسبة لقراءة الكف اوه قراءة الكف هذا علم علم خاص كل انسان بصمته مربوطة في الشخص نفسه فعشان هيك اللي بقرأوا الكف اذا ما كانوا يعرفوا في علم الفلك فهذا كذب لانه اثنين مربوطات خط المشتري خط زحل خط المريخ هاي خطوط الها علاقة بالكواكب والتقاطعات هاي الها علاقة بالزوايا وبتعمل تحليل كامل لشخصية البني ادم من خلال كفة ايدو هي النقاط اللي انا ما باخد فيها اللي هي لما بيجي بقول لك الخط هذا بدل عنك تتجوز اكثر من مرة والخط هذا بدل على انه حياتك قصيرة وحياتك طويلة هاي الدخول في هاي المسميات انا ما باخد فيها اما هو كان علم صحيح هو علم صحيح ولكن دخلت الكذب والنصب والاحتيال فيه وشوهه وطلع من مضمونه كعلم صار كنوع من انواع الفنون يعني او فن تنجيمي طيب سؤال اتمنى اني اسمع بصوتك صورة الواقعة ان شاء الله تعالى انا مسجلها موجودة بصوتي بنفس طريقة الرقية وان شاء الله في الايام القادمة بجهزها وراح نزلها على القناة الثانية اللي هي قناة الصوتيات اه تكرمي اخر سؤال شكرا دكتور والقضاء والقدر وكل انسان له بيئته ومجتمعه هل كل الناس يجب ان يكونوا مع الكواكب ويجب على الابراج ان تختار العلماء لا طبعا لا انا بدي احكيلك ياها بشرح يعني مبسط اول اشي هي الابراج بتعطي صفات بتعطي ميزات للشخص ولكن مجتمع الشخص او البيئة اللي بتربى فيها الشخص هي بتحكمه بعد مرات بين قادلها فبخسر شغلات كثيرة بتكون بعلم الفلك منشوفها انها هي ممتازة جدا يعني مثلا بنولد مولود بكون المشتري مثلا موجود في بيته العاشر ومشكل زوايا ايجابية اللي نفترض مع الزهرة فبنيجي بنقول هذا الشخص من المفروض انه يكون مشهور يعني بيت السمعة وشهرته بتكون ضاربة على مستوى العالم ومنيجي على الشخص هذا بقول لك لا يا انا لا مشهور وانا في البيت وبطلعش فمجتمعه وبيئته حتى مت عليه انه هو يخسر هاي الميزة او هاي الميزة اللي كان من المفروض انه هو يتنبهلها ويكسبها ويستغلها ويعرف شو المجال اللي هو بيبدع فيه ويكمل ففيه ناس بتبقى خطوط بتعطيهم حضوض معينة وهم بيخسروها بسبب الظروف اللي هم بيعيشوها وفيه اشخاص بتكون مثلا الكواكب وضعها بالدل على انه انسان فاسد اخلاقيا او فاسد بالسمعة او بالشرف او بالاشياء هاي وتجده متمسك ونزيه بالدين والى ما لا نهاية فمجتمعه او بيئته غيرت من شخصيته فهو كسر نحوس الكواكب هاي وشكلت عنده اشياء ايجابية استغلها وقدر انه يكسر قاعدة انه يتحكم فيه الفلك اللي هي اللي احنا بنحكي عنها اعرف نقاط الضعف وتجنبها واعرف نقاط القوة وخذ فيها هاي العلم الفلك عشان يعطيه قراءة لقدراتك انت وسلبياتك عشان تعرف ايش اللي انت تقدم عليه وايش اللي انت تتجنبه وتحاول انك تغيره في سلوكياتك اما بالنسبة للقضاء والقدر واقع لمحالي ما احده بقدر يتحكم فيه يعني حتى لو انا اجيت هيني مثلا بالايام الماضية قلتلكوا انه انا مثلا بدي انزل حلقات وعندي ومستعد ورغم هيك قضاء الا انه انا يصير عندي اعطال فكل ذكاء وكل علمي بعلم الفلك ما اقدر ترد القضاء معلومي ثاني انا من الاشخاص اللي مثلا حللت اول خارطة فلكية جيت احللها عشان اعمل دراسي دائما ببحث الانسان عن خارطة هو كشخص فانا من قراءتي لخارطة الفلكية معروف عرفت فيها انه انا رح اصاب بمرض عضال نقطة الضعف عندي منطقة الصدر وهذا المرض باخذ مرحلة خطيرة جدا في حياتي يعني انا اجيت رغم اني انا عرفت هذا الموضوع قبل ما يكون عندي شيء بالرئة مثلا حاولت اتعالج وظن اتواقى وظن اعمل الفحصات وعمل شك على الموضوع وا 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 ولكن لما اجل وقت اصبت بالمرض هذا وانا طبيب مقدرتش انا امنع انه المرض هذا يصيبني وفي نفس اللحظة ما خليت انا المرض هذا يحطني في زاوية اني انحصر في البيت وابتعد عن المجتمع واستنى الموت وخلص انتهى هيك انتهت حياتي يعني بالمرض هذا لا اعرفت انا نقاط القوة اللي بتيجي في الايام اللي انا بكون فيها مريض ايش اللي استغله وايش اللي انا اعمله منه بفيد الناس وبفيد حالي وبتعلم فطالما الي نفس في هاي الحياة ليش ما استغله ليش اضيعه بس وانا ادمر في حالي وادمر في نفسيتي واضيع ايام من هذه الدنيا اللي انا عايشها صحيح انه ما فيها اشي ما فيها اشي يؤسف عليه ولكن هذه حياة محسوبة علي اذا انا ما استغلتها بشكل صح معناته بدها تنحسب علي وبدي اتحاسب عليها فعلم الفلك علم يعني كريم جدا وشريف جدا وبزيد الانسان ايمان بالله عز وجل انه بفتح لك مجالات كثيرة صحيح فيه اخت علق التعليق قالت انه اترك الدين لرجال الدين دين ما فيه رجال دين للأسف الشديد هاي معلومة مغلوطة ما فيه اشي اسمه رجال دين كل شخص في دينه رجل دين ما تسمح لحد يتحكم فيك وتصير انت انسان ما تخطي اي خطوة لا لازم تستشير الاشخاص هم اللي يتحكموا في حياتك باشي الو علاقة بالدين ما جهلنا الا الاشخاص اللي التسقط بجدار الدين وخلونا ينبعد عن كل شيء بفيد الدين ارجو اني اكون ما طولت عليكم اليوم بالمقدمة وخلينا نروح على توقعاتنا اليومية طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الاحد 13 حزيران القمر اليوم رح يتنقل ما بين السرطان وما بين الاسد هو الان موجود في منزلة الطرف وهي منزلة حكينا للمضرة والمشاكل ورح يمكث القمر موجود فيها لغاية ساعة عشرة واربع دقائق من صباح يوم الاحد لا ينتقل بعديها القمر لمنزلة الجبهة وهي للصلح والاتفاق بين الشركاء او اتفاق الشركاء والضغط على العدو بالنسبة للقمر حكينا انه الان هو لغاية ساعات ما بعد العصر رح يظل موجود بالسرطان فنشعر فيها اي الفترة اللي من الان لغاية ساعات ما بعد العصر بنفس الصفات اللي ذكرناها عن تأثيرات القمر في السرطان انه في هاي الفترة بنشعر بقوة العاطفة من حاول خلق جو من الامان انه لأحبائنا من مين لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنا من يذرف الدموع وهو يقلب صور التذكارية في البومه يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا بحيث اننا نشعر بحافظ الالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لان حساسيتهم بتكون في اوجهة ووسعنا شراء عقار او زراعة نبتة ماء او شجيرة والانتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم عنا مجموعتين من الزوايا عنا زوايا سريعة وزوايا بطيئة وفي زوايا قبل خلو المسار وزوايا بعد خلو المسار طبعا بالنسبة للزوايا الي رح تبدأ في ساعات الصباح هي اول زاوية زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون الساعة خمسة وخمس دقائق صباحا بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فانه اكثر المستفيدين هم الي بيعملوا في مجالات ذات صلة بذلك كلفا والديكور والتجميل اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية بطيئة وهي زاوية التزديث ايجابية بين زهرة وورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة خمسة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتتهيأ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل اكبر كما انه في هاي الفترة بتكون شعبيتنا في تصاعد اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 وخمسة عشر دقيقة صباحا بتدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة بعد الزاوية هاي مباشرة بصير عنا خلو المسار او بيبدأ عنا خلو المسار يعني الساعة 11 وخمسة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بيبدأ خلو المسار وبيستمر حتى تمام الساعة 6 واثنين وعشرين دقيقة بعد العصر وهذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا الساعة 6 واثنين وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش او بعد العصر بيصير القمر استقر وبلش يشكل اول زوايا في برج الاسد عشان هيك بتتغير التأثيرات وبيكون الناس من حولنا في هاي الفترة اكثر كرما مما اعتدنا عليه من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب موسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة موسعنا اقتراض المال واستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس عنيقة بتلفت انتباه الآخرين لنا بالنسبة للزاوية اللي راح تصير بعد ما يستقر القمر في برج الاسد انه اول زاوية هي بتكون زاوية اقتران سلبية راح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون في تمام الساعة التسعة وسبع دقائق مساء بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مساعة منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب اما بالنسبة للزاوية الاخيرة فهي زاوية برضو من الزوايا البطيئة وهي زاوية سلبية هي زاوية التربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون وهاي راح تكون في تمام الساعة 11 وتسعة وثلاثين دقيقة مساء بتجعل بعض الاشخاص يعيشوا في اوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع ممكن الاوهام هاي تكون لها علاقة بالوسواس عن مرض مثلا او شك او غيرة او انه ناس بتأمروا عليهم او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة لدوليا فالمشاكل بتكون لها علاقة بالسوائل زي النفط زي الامور البحرية الاشياء اللي لها علاقة بالامور زي ظواهر طبيعية مد ظواهر غرط سفن شغلات زي هيك وبرضو بتركز على امور لها علاقة بالتسمم الغذائي بهاي الفترة يعني اللي هي الامور الامعاء والاستفراغ الاسهال انتبهوا من هاي النقاط طبعا بالنسبة للقمر بما انه رح يكون موجود في برج الاسد فخلوه المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء 15-6 بيبدأ فيه تمام الساعة 5 و 26 دقيقة بعد العصر وبيستمر حتى اليوم التالي اللي هو يوم الاربعاء 16-6 تقريبا الساعة 3 صباحا لا ينتقل القمر بعدها لبرج العذراء اما بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال الجديد 3 ايام فيه تمام الساعة 4 و 45 دقيقة صباحا بالنسبة 4 ايام نسبة الاضاءة بتصير 15% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21-6 سعيدة بنسبة 30% القمر في السرطان والاسد حتى يوم 16-6 سعيد بنسبة 10% عطارد في الجوزاء بيتراجح حتى يوم 22-6 منتحس بنسبة 15% الزهرة في السرطان حتى يوم 27-6 سعيد بنسبة 30% المريخ في الاسد حتى يوم 29-7 اليوم نزلت الحضود ل15% لأنه بدي بلش يشكل زاوية تربيع المشتري في الحوت حتى يوم 26 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلوب يتراجح حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 40% اورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا من الآن لغاية ساعات العصر بتضل عندكم الأمور البيتية هي اللي بتشغل فكركم وبتضلوا مشغولين فيها اللي هي البيتية والعائلية أهم يشنكم ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أفراد العائلة بوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم خصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة صحيح الأجواب تكون اليوم فيها بعض الضغط والمسؤولية الكبيرة ولكن ممكن تكون على ارتباط مهم ما بيجوز في الفشل برضو اليوم بيحمل بعض المصاريف المنزلية والعائلية في ساعات بعد العصر بتبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات برج الثور بتنشطوا اليوم زي ما حكينا في الأيام الماضية بالاتصالات والتنقلات والإقناع والحوارات والنقاشات أهم شي انك تكونوا أكثر صبر على الطرقات أثناء القيادة أو أثناء الحركة واليوم هذا مناسب لاجتياز امتحان اليوم تتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية كبيرة دافع عن مبادئك ولكن بليونة بدون عصبية وبدون كلام جارح حاول أنك تكون دبلوماسي انتبه لكلامك واحفظ خط الرجعة دائما على أساس أنه ما تغلق كل الطرق عليك اليوم ممكن تتم عندك بعض اللقاءات أو الاجتماعات أو يعني حوارات عمل ورح تكون مفيدة وممكن تتخذ من خلالها بعض القرارات المهمة في ساعات ما بعد العصر بتعيد وتنظيم أموركم البيتية والعائلية أو الاهتمام العائلي بيصير أكثر شغل تفكيركم أو تفكيركم عليه ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي برج الجوزة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي يعني تفكيركم بظل مركز على الأمور المالية خلال هذا اليوم منكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية أهم إشي أنكم تخففوا من النفقات بتميل للتفاوض والمساومة وبتنشط بالرحلات والاتصالات وبتتجرأ في النقاش بشكل كبير هذه فترة مناسبة لبحث المواضيع المهمة ولتقديم الامتحانات ولا المطالبة بحقك يعني اليوم تقدر تمارس صلاحياتك وفي ساعات ما بعد العصر بتنشطوا في أمور العلاقة بالتنقلات والاتصالات نشاط جسدي وفكري عالي جدا بيكون عندكم ولكن بتكونوا حذرين أثناء الحركة أثناء القيادة خصوصا على الطرقات برج السرطان طبعا طاقتكم اليوم أكبر حتى من الأيام الماضية اليوم عندكم نشاط حيوية بدأت تأثير الكسوف يتقلل أو يخف بشكل يعني انتهى فعشان هيك الأجواء اليوم بلشت ترجع لطبيعتها عندكم قدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم إيش أنكم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ممكن تحقق انتصار وتضطر أو تظهر بعض المزايا رائعة بتلفت أنظار الجميع فترة إيجابية حاول أنك تستغلها برضو اليوم في نوع من أنواع تسليط على الدعم الخارجي أو اهتمامات مالية وقروض وضيون وخصوصا أنه بعد ساعات العصر رح تنهمكوا بضبط ميزانيتكم لأنه الأجواء رح تتركز على الأمور المالية ولكن بدكوا تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة برج الأسد بيسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي لأنه ما زال القمر موجود في بيت المتاعب في السرطان هو بيجهز في حاله للانتقال لعندكم فعشان هيك لساعات ما بعد العصر بدكوا تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وحاول أنكوا تخلدوا للراحة معني ممكن تكونوا مرهقين اليوم أو عندكم هيك نوع من أنواع الخمول ما تنتظر جواب لأنه ممكن الظروف تكون فارغة أو تلتغي بعض الأمور تهدى الأجواء وبتخف وتيرتك لحد الركود تقريبا لا تستعج الأمر عشان ما تخيب أمالك حاذر من تراجع صحي مع اقتراب ساعات العصر زي ما حكينا القمر بده ينتقل وصير عندك فعشان هيك بتمتلقوا نشاط وحيوية بتقلب بعض الخيارات والتوجهات لا تصير إنها بتناسبة وضعك الحالي وبتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك برج العذرة بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك فيه مناسبة سعيدة أهم يشينك تتجنبوا انتقاد أحدهم بيحمل اليوم هذا فرصة مناسبة لحشد التأييد والدعم وحاولوا تنجزوا كل أعمال كل مهمة قبل ساعات ما بعض العصر لأن القمر رح يصير في بيت المتاعب فعشان هيك يعني ما تتقاعصوا هاي فترة مناسبة لطلب الاستشارة أو التأييد من أحدهم وبرضو أنت عندك قدرة على التواصل للبناء ومن الضروري حشد الدعم والتأييد في هاي الفترة العب دور بناء خصوصا مع محيطك في ساعات ما بعد العصر بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم أهمش أنك ما توقع على عقد ولا تحسم عمر لأنها هاي فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ لحين وصول القمر لعندك برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين وهاي الفترة بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم الفترة هاي مناسبة للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل برضو ممكن يحافظ عن عمله بشكل أكبر ويدعم علاقته بالمسؤولين وممكن تحمل لك هاي الفترة أو هذا اليوم مسألة شخصية تسبب لك نوع من أنواع القلق أو العبئ بتتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة أهمش أنك ما تجازف باستقرارك المعنوي أو الشخصي وهدئ من روعك لغاية ساعات العصر من ساعات ما من ساعات ما بعد العصر بتنشطوا بين الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة أو يتوجه لك دعوة لحضور مناسبة أو حوار معين مع أحد الأصدقاء مرج العقرب بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة أهم إشي أنك تكونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرح لإنفراج مسألة ضاغطة هاي فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن بدك تحاضر من المتاعب والوعكات الصحية وطبعا هاي الضغوطات كلها أو الأمور الإيجابية بتظلها موجودة معاك لغاية ساعات ما بعد العصر هي فترة إيجابية فيها بعض الضغط ولكن زي ما حكينا لساعات ما بعد العصر بعد العصر بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وهذا يوم أو هاي فترة مناسبة لللي بيبحث عن عمل ولكن اتجنب الخلافات واسعى لتلطيف الأجواء برج القوس بتنهمكم في أمور العلاقة بضبط شؤونكم المالية المشتركة ورؤون من النفقات تم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهم شيء أنك اليوم تسارع لتصحيح الأخطاء واستعادة ثقة الآخرين ما تسمح للخلافات بالتأزيم لا سيما خصوصا أو بالتأزم لا سيما مع الأحبة ناقش وفاوض وما تتهرب من مواجهة العمر الواقع عبر عن رأيك بهدوء وحاول أنك ما تستفز أحد لغاية ساعات ما بعد العصر بعد العصر طبعا الأجواء بتصير إيجابية ودعملة إليك بقوة فبتنشط في أمور إليها علاقة بالاتصالات البعيدة أو اتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل إليها علاقة بسفر أهم شي أنك تكون أكثر وعية على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن المفتوحة برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفة وهي فترة شوي بتكون متوترة وممكن تتورط في أزمة ما ممكن تضطر للإبطاء أو إبطاء مسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين أنا بشوف أنه لازم أنك تغير هذا النمط لا توجه انتقاد لأحد لغاية ساعات العصر في ساعات العصر أو ما بعد العصر بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة إنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاول تنفيذها دون تردد ولا تلتهي بالأمور الثانوية يعني القمر كان موجود مقابلك أو بيكون موجود مقابلك في السرطان بدي يتحرك للأسد بيخفف الضغط عليك شوي برج الدلو بيتراكم العمل عندكم خلال هذا اليوم كمان شوي بيصير ضغط على أمور إلها علاقة بالعمل إلها علاقة بالصحة حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم لا تدخلوا في مواجهة مع زملائكم ممكن تكثر عندكم اللقاءات والاجتماعات وممكن تحضر لورشة عمل أو تهتم بوضع صحي بتكثر عندكم المسؤوليات والالتزامات على أنواعها كون حريص على عملك وباكر إليه على أساس أنه ما تتراكم أعمالك وتقدر تنجزها من بعد ساعات العصر بيصير القمر مقابلك تماما وهذا الإشي بسبب لك إرهاق صحيح أنه فيه إيجابية أنه بترغبوا في تعزيز شراكتكم ولكن بتكونوا أكثر تفهما لوجهة نظرهم شركاء العاطفة أو شركاء العمل حادروا من الخلافات وحاولوا أنك ما تضخم الأمور برج الحوت بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم حاولوا تفاهم وجهة نظرهم وما تبالغوا في طلباتكم منهم بتحتفل بإنجاز أو بانتصار أو ممكن تنمو بعض العلاقات وتزدهر خلال هذا اليوم هاي فترة مثمرة وكثير كثيرة الإنشغالات والتحركات ولكنها فترة حظ ونجاح وتقدم ولكن في ساعات ما بعد العصر بتكو تنتبهوا لصحتكم أكثر بتراكم فيها العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز كثير من الأعمال فعشان هيك بتكو تركزوا أنه كل الأمور المهمة تنجزوها ما قبل ساعات العصر يعني من الصباح بتكو تباكروا لإنجاز أعمالكم لأنه في ساعات ما بعد العصر الأمور بتصير ضاغطة عليكم شوي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر